وأوضح الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على تعظيم التعاون القائم في المجالات المختلفة والانطلاق نحو شركات في مجالات جديدة من بينها التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهايدروجين الأخضر كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه تم الاتفاق أيضا على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والهند في عدة مجالات ومن ناحية أخرى تفقت رؤانا على تعظيم التعاون القائم في المجالات المختلفة والانطلاق نحو شركات في مجالات جديدة ومن بينها التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الإدروجين الأخضر واتفقنا أيضا على تعزيز التعاون الاستراتيجي بيننا في عدة مجالات أخرى وعلى رأسها الزراعة والتعليم العالي وصناعة الكيميات والأسمدة والأدوية والتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السبراني